الخبر اللو اللي عدنا عن أنس وأصالة وليش تجمدت المشاهدات على مقطاعهم تقريبا بعد ما نزل من الساعة تقريبا حان يصل لفوق الساعتين والمقطع من يجيب مشاهدات أما نساء عن السبب فأول ما نزل المقطع يجي عدد كبير من المشاهدات طبعا كالعادة اليوتيوب من صدم في جمد المشاهدات ولكن يتخافون بعد كم ساعة بس رح ترجع المشاهدات تزداد وهي من الأساس ما تجمدها بالاستوديو وطبعا بجسبة الأشخاص اللي شافوا مقطع النس وأصالة اكتبونا شو يرأيكم بي بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فالنور نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يحمس بي المتابعين للمقطع اللي حينزله باتشر اللي رح يكون فكرته الجديدة وقال المقطع حيكون ناري الساعة بالأربعة رح ينزل حطوكم الستوري شوفوه أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو أناس وبيسان فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات هي وأناس الشايف ويعلنون من خلالها عن تحضرهم المفاجآة ضخمة وانو رح تنزل لنا بالأيام القادمة اللي اتوقع رح تكون أغني أيام فاكتبونا يا حبايب الكومنتاج قد توم تحمسين هذه المفاجآة حبايبي كيفكم شو أخباركم حبايبي كيفكم شو أخباركم هاكون علي هاكون غايبين غايبين حبايب والله اليوم تعبنا تعب الله بالله في مفاجآة في مفاجآة تعبنا كثير كثير اليوم بس فوق كل هذا التعب نزل الخبر الثالث اللي عدنا عن أنس وأصالة هو ابنهم الجديد وشنو رح يسموه فأنس وأصالة نزلوا على حسابهم بالإنستجرام شوية ستوريات لأنس وهو يسترب اسم الابن الجديد واللي رح يكون إلى اسمين بالنسبة الاسم الأول فرح يكون اسمه هشام وهو على اسم أبو أنس مروى أما بالاسم الثاني فهو صوت المتابعين ما بين اسم مالك ما بين اسم نوح وحاليا تصويت تقول أن اسم مالك هو أحسن فمن الواضح أنه ما هيختارون اسم مالك راح تكون هذه الاسطوريات على ما تفتهمون أكثر مرحبا يا جماعة عطونا لأنه كان نيو يير فعطونا لليوم لنقرر اسم البيبي وأنا واصالة دخلناها لبنقاش حولين هالموضوع هذا فمحتاجين مساعدتكم لو سمحتوا ساعدونا ولو سمحتوا صوتوا على هالموضوع هذا الموالو ما فيه أنه نحن حابينه يكون للبيبي اسم عربي واسم أجنبي فالاسم العربي أنا من أنا وصغير اسمي أبو هشام اسم بابا هشام فهشام مفروق منه وهذا هو الاسم العربي الاسم الثاني هو بدناها يكون الاسم اللي هو أجنبي يستخدمه بالمدرسة يستخدمه محلات ثانية ومن نفس الوقت يكون اسم نحن حابينه وهون انطرح اسمين هنا ثلاثة بس حقليكم نصوتوا على اثنين اللي انطرحوا هنه مالك اللي كلادكم طبعا حبيته نوة اللي أنا حبيته اللي هو نوح بالعربي فبيشي على اللغتين وآخر شي ليم اللي هو شوي بعيد ولكن لا تنسوا انه اسمه هشام بالعربي ففي ليم هشام فخبرونا شو رأيكون هدول أما أسامة مروه فنزع على حسابة بالإنستجرام شوي تستوريات أهل أساس دي يسر بها اسم البيبي الجديد ويقول انه راح يسموه أسامة ليو على اسمه يعني لكن مثما شفتوا بالبداية فالاسم راح يكون هو هشام او بلنس من اسم الثاني فالاغلب يعرف انه هيكون مالك راح تقوم هذه الاسطوريات شوفوها عمتصلني كتير مسيجات عم تسأل أنس وأصالة شو سمو البيبي فحبيت عطيكم خبر حصري من عندي وقلكن انه هني سمو البيبي أسامة على اسم عمه يعني اللي هو أنا فمثل ما بيقولوا الحمد لله الذي تتم بشو الساتشو وإن شاء الله بيكبر ويكون هيك كافو مثل عمه فروحوا باركولون على اسم وإن شاء الله من يكون من الزرية الصالحة ويطلع لعريس لا شو كان لونه الخبر الرابع اللي عدنا عن أنور مار ومحمد مار وتحدي المتابعين إلهم واللي هو أنه نشرون صور ليارا مار وقمر مار ما تكون مشهورة من قبل وتكون نوعا ما يعني بها فضيحة نزلوا على حساباتهم بلين انستجرام شوية ستوريات ليارا مار حاطين بها إلها صورة ونفس الشي سواء القمر مار نزلوا لها فيديو وهذا فيديو كانوا نشاند السوي عقاب معين للفيديو أو يمكن أن بزمادر إذا هذا نكان نازل يعني باليوتيوب أو لا وبس والله هنا وصل لنهاية المقطع أتمنى المقطع أجابكم لسحوة توليك وشتركوا بالقناة وشتركوا في القناة وشتركوا في القناة وبس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر